بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهذا بفضل من الله عز وجل ومنا لقاء يتجدد في شرحنا على نظم المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للعلامة أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق تجيب الفاسي رحمه الله رحمة واسعة وقد وصلنا بتوفيق الرب جل ثاناؤه إلى أصل متجدد وقاعدة أخرى وهي قوله رحمه الله هل كل من له اجتهاد واجد فيما لظن نسبت أم واحد قوله رحمه الله هل كل من له اجتهاد واجد أي واجد للإصابة بمعنى مصيب هل كل من له اجتهاد واجد أي واجد للإصابة بمعنى مصيب في ما لظن نسبت أي في المسائل الفروعية التي تنتسب إلى الظن ومعلوم أن هذا قيد في البحث في هذه القاعدة والأصلي لتخرج الأحكام الشرعية القطعية لأن المصيب فيها واحد وليس كل مجتهد فيها مصيب ولم يقع الخلاب فيها أصلا هذه القاعدة لفظها هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أم أن المصيب واحد لا بعينه هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب وكما بينا بأن قيد الفروع الظنية مخرج للفروع القطعية فإن المصيب فيها واحد قطعا من غير خلاف أم أن كل مجتهد مصيب هذه القاعدة وهذا الأصل وقع فيه الخلاف بين الفقهاء والأصليين وقد افترقوا فيه على مذهبين المذهب الأول أن المجتهد إذا اجتهد فالمصيب يكون واحدا وليس كل مجتهد في المسائل الفروعية الظنية يكون مصيبا وهذه الطائفة اصطرح عليها بالمخطئة العلماء يميزون بين من يقول بأنه ليس كل مجتهد مصيب فيسمون هذه الطائفة بالمخطئة والطائفة الأخرى التي تنص على أن كل مجتهد مصيب يسمونهم بالمصوبة يسمونهم المصوبة القول الأول أن ليس كل مجتهد مصيب في المسائل الفروعية الظنية كما بينا هذا ذهب إليه مالك وعامة الفقهاء والأصليين كلهم ذهبوا إلى أن المصيب واحد ومالك رحمه الله مستنده ومستند من وافقه السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه فيما خرجه البخاري وفي الصحيح من حديث عبد الله بن أمر بن العاص مرفوعا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت للمجتهد الصواب والخطأ وهذا يقوي كفة من قال أن المصيب واحد وليس كل مجتهد مصيب والمذهب الآخر ومذهب المصويبة جنح إليه الأشعري أبو الحسن الأشعري والباقلان وصاحب أبي حنيفة وقال به أيضا ابن صريج الشافعي وغيرهم المصويبة لهم في هذا السياق تفصيل وبيان قبل أن نبينه نبين ابتداء تفصيل مذهب المخطئة الذين يقولون بأن المصيب واحد قالوا بأن حكم الله سبحانه وتعالى في النوازل والوقائع والمستجدات معين معين في نفس الأمر قبل وقوع الاجتهاد وإن كان غير معلوم وإن كان هذا الحكم المعين غير معلوم لكن الله جل وعلا كما يقولون ضمنه في جملة الوقائع والنوازل ثم جعل عليه أمارة ودلالة تدل عليه وتشير إليه وهذا الذي أشر إليه صاحب المراقي بقوله والحكم في مذهبه معين له على الصواب ما يبين في مذهبه عن به مالك عن به مالكا لأنه قال قبل ذلك ووحيدي المصيبة في العقلي ومالكون رآه في الفرعي بالنسبة ل مالك مذهبه أن الحكم الشرعي في النوازل معين طيب قبل صدور الاجتهاد وهو غير معلوم وقد جعل الله عز وجل له من القرائن والدلائل والأمارات سواء كانت هذه الدلائل ضنية أم قطعية تنبي عنه وتدل تدل عليه ومذهب المصوبة أن الحكم غير معين في النوازل والواقع بمعنى أن النوازل التي تقع الله سبحانه وتعالى لم يجعلها حكما في نفس الأمر وإنما جعل حكمها تابعا لظن المجتهد ولهذا يقول صح المراقي ومن رأى كل المصيب يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد أي مذهب المصوبة الذين قالوا بأن المصيب أو أن كل مجتهد المصيب قالوا بأن الحكم غير معين وإنما يتبع ظن المجتهد فما ظنه المجتهد حكما فهو حكم الله عز وجل في حقه وفي حق من وافقه أي أنه حكم الله جل وعلا جعله سبحانه وتعالى التابع لظن المجتهد هذا منخص هذه المسألة وإن كان فيها البحث يطول ولكن سنورد تفصيله في شرحنا عن نظم المراقي لأن الصالة المراقي تطرق إلى هذه المسألة لأن هذه المسألة تطرق في باب الأصول وتطرق أيضا في باب قواعد الفقه لكن ننتقل الآن إلى الفروع التي تبتنى على هذه القاعدة اتفقوا على أنه يجوز للمجتهد أن يصلي خلف مجتهد آخر يخالفه في اجتهاده فأجازوا بناء على ذلك أن يصلي المالك خلف الشافعي أو العكس أو يصلي أرباب المذاهب خلف بعضهم وهذا كله يرجع إلى ماذا يرجع إلى مسألة أن المجتهد كيفما كان فإنه مصيب للأجر في الحالتين فالمجتهد إذا أصاب أصاب أجريني باعتبار ماذا الأجر الأول باعتبار اجتهاده واستفراغه للوسع وبدله للطوق فيأجره الله عز وجل على هذا الاجتهاد والأجر الثاني يؤجر على إصابته للحكم الشرعي فيكون الأجر على نوعين ويكون الأجر أجرين والذي اجتهد فأخطأ يؤجر على اجتهاده فقط لأن الشارع اعتبر اجتهاده ومن ثم بنى الفقهاء على ذلك أنه يجوز أن يصلي المشاهدون خلف بعضهم وإن كانوا يختلفون في مسائل الاجتهاد لهذا محل تفق لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتهد فأخطأ فلو أجر واحد بمعنى أن الشهاد هو ذلك معتبر وهذا الاعتبار ينبني عليه أن هذا المشاهد يجوز له أن يقلد غيره بمعنى أن يصلي خلفه هذا هو المقصود بهذا القول وحتى المالكية المالكية على المختار على المختار في المذهب المالكي أنه يجوز صلاة يجوز صلاة المالكي خلف الشافعي وصاحب أرباب المذاهب تجوز صلاة بعضهم خلف بعض ولعل هنا أفتح قوسا افتح هنا قوسا في الحقيقة فيما أثير مؤخرا ولن أطيل في هذه المسألة لن أتجاوز في خمسة ديالدقائق لأنها مسألة أثيرت وكثر حولها السؤال والقيل والقال وهي فتوى إفطال الصلاة الأئمة الذين يفتون الناس بمشروعية وجوازي المسحي على الجوربين ليس الحكم قاصرا وهذا الفتوى قاصرة على من مسح بل جعلت هذه الفتوى تتعدى إلى من يفتي إلى من يفتي ومن يتبنى هذا القول الذي هو مذهب الجماهير من قبل ومن بعد وعامة العالم الإسلامي الآن على هذا القول حتى إذا تنزلنا وقلنا نصف العالم الإسلامي إذا قلنا نقع نصف العالم الإسلامي فهذه الفتوى فتوى لها أبعاد أن تبطل صلاة المسلمين في مشارق الأرض ومغارب الذين يتبنوا هذا القول ولا يكتفي الأمر عند هذا الحد بل يبطل من خلال هذا الفتوى حتى صلاة من يفتي ثم التحريض على عدم الصلاة خلف هؤلاء فهذه الفتوى فيها غلو وفيها مجاوزة للحد الشرعي في النظر والاجتهاد وفي ترتيب الأحكام على الأمور الخلافية الظنية ففيها مزلقين خطيرين المزلق الأول هو القطع في مسائل الظنون القطع في مسائل الظنون فالمسائل الظنية هي جزء القطع فيها لأنها تحتملها وجوه الأدلة فما تحتمله وجوه الأدلة هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصليين أحدكم إلا في بني قريضة أو لا يصليين أحدكم العصر إلا في بني قريضة فمنه من صلى ومنه من بقي احتى صلى في بني قريضة مع إخراجه للصلاة عن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر من أخر الصلاة وإخرج عن وقته لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل والأخذ بظاهر اللفظ يقتضي هذا للشهاد فاعتبر الشهاد ولم يبطل صلاته لماذا؟ لأن المسائل الظنية التي تحتملها الأدلة الشرعية لا يجوز القطع فيها والمزلق الثاني أن تنزل مسائل الخلاف مواطن الإجمع المسائل التي يختلف فيها ووقع الخلاف فيها قدما وحديثا وما سمعنا في احتفل في القدامة ولا المحدثين من يبطل صلاة من يفتي هذا هو الإشكال فلا أن يتبنى الإنسان المذهب كأن يقول أنا لا أرى بجوازي المسحي على الجورة بيني هذا أمر مسلم فالإنسان يعمل بمقتضى ظنه وغلبة هذا الظن في باب للشهاد هذا أمر مسموح به شرعا لكن أن تتعدى الفتوى من مجرد القول إلى مجرد الحكم والجزم ببطلان صلاة من مسح وببطلان صلاة من أفتا وببطلان صلاة إلى إمه الله المستعال هذا الأمر عنده أبعاد خطيرة لماذا؟ لأن ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه حتى مسألة نشوب الفتن في مساجد المسلمين لأن الأئمة مثل الذين لا أو يرون المسح على الجورة بين يعني إذا كانت تحريض على عدم الصلاة خلفهم أو أن يمتحن الأئمة ويبتلوا في هذا الباب هل تمسح أم لا تمسح فيها كنت لا تمسح لن تكون إماما لأن الصلاة خلفك ضاطلة ولربما معظم الأئمة احنا بعدها في المغرب إذا تحدثنا مثلا على المغرب والله جل وعلا احنا سنقول غالنص دي الأئمة النصف الأئمة يمسح فقد حكمت على عدم أهلية نصف أئمة المسلمين في هذا البلد بل ببطلان صلاتهم وبطلان من ائتم بهم فالكلام فيه أبعاد ولذلك أشهب رحمة الله عليه أشهب لما تحدث عن مسألة من لما تحدث شاب بن عبد العزيز رحمه الله على المسألة من يرى عدم انتقاض الطهارة بالقبلة واحنا أشهدنا في المده المالكي أن النقضى يقع به القبلة لمس وقبلة وذاء وجيدت لذات وعادة كذاء قصيدت فلما نص أشهب رحمة الله عليه على عدم صحة صلاة من صلاة خلف من خلف من يرى عدم النقض بالقبلة أردى عليه المحققون من المدهب ابن رجد ردى عليه أو ابن راجد شكوا مني أردى عليه قال ومن أين لأشهب الدليل القطعي على وجوب الوضو لأن المسألة محل ظن واجتهاد وليس مسألة قطعية لذلك قال أشهب يعيد الصلاة مطلقا ما معنى يعيد الصلاة مطلقا أي في ذاخل الوقت المختار وفي خارجه واردى عليه المحققون في هذه المسألة ولهذا يعجبني في هذا الصدد أن المالكية رحمة الله عليهم حصروا المسائل التي لا يجوز فيها التقليد حصروها وعددوها فقالوا مثلا لا يجوز إذا اختلف اجتهاد رجلين في مسألة القبلة في مسألة القبلة وفي مسألة الثياب والأواني في مسألة القبلة وفي مسألة الثياب والأواني ماذا يقصدون في مسألة القبلة إذا اختلف رجلان بعضهم اجتهد فرأى أن يصلي إلى هذه الجهة وبعضهم اجتهد فرأى أن يصلي إلى هذه الجهة فاختلف للجهادان فهل يجوز لأحدهما أن يصلي خلف الآخر في المذهب المقرر في المذهب أنه لا يجوز لأحدهما أن يصلي خلف الآخر وسنبين علة ذلك في المذهب المقرر وكذلك لم يجيزوا أن يصلي أحد المجتهدين خلف من اشتبه عليه أمر النجاسة في الثياب والآواني مثلا هذا لبس ثوبا غلب على ظنه لأن هناك أثواب مثلا اشتبهت بأثواب أخرى متنجسة فيها نجاسة فبعض مجتهد فصلى في هذا الثوب وآخر صلى في ثوب آخر وهذا قد خالف اجتهاد هذا هذا رأى أن هذا الثوب هو الطاهر والآخر يقول لا هذا الثوب الذي لبسته أنت نجس متنجس والثوب الطاهر هو الذي لبسته فلا يجيز المالكية أن يصلي أحده ما خلف الآخر لماذا قد أجاب قالوا قالوا هذا المسألة قال مع جواز الصلاة في سائر الفروع الظنية المختلفة فيها قال الخلاف مثلا في المسح على الرأس فيجوز يعني المعروف المالكية مع الشافعي ما غيره مختلفوا في القدر المسح ومع ذلك أجازوا أن يصلي أحد أرواب المذاهب خلف غيرهم لماذا قال المالكية في مسألة القبلة أنه لا يجوز التقليد أجاب عن هذا القرافي رحمه الله قال لأن أمر القبلة أمر مجمع عليه أمر القبلة أمر مجمع عليه فلا تتعدد القبلة بتعدد المجتهدين إذا تعدد المجتهدين هل تتعدد القبلة لا تتعدد فمن ثم قالوا لا يجوز أن يقلذ أحد في مسألة يرجع أمر الإجمع فلا يجوز أن تتنازل على غلبة ظنك إلى الوهم عند غيرك فلهذا تعمل بمقتضى الشهاد لأن أصل المسألة مجمع عليها وإنما وقع للشهاد في مدف التحديد لكن أصل المسألة محل إجمع فمن ذلك لم يروا التقليد في مثل هذه المسألة طيب ولماذا رأوا التقليد وجوازه في مسألة مسح الرأسي مع أن المالكي يقولون بوجوب مسح الرأسي كله والشافعية والحنفية اختلفون مع المالكية في هذه المسألة بين مجيز للنصف أو الربع أو ما يطلق عليه مسحا ولو وقع المسح لثلاث شعرات طيب لماذا لأن الخلاف لم يقع في أصل المسح هم متفقون في مسح الرأسي لو قال أحد يجوز المسح يجوز المسح وغيره قال لا يجوز المسح لهذا خلاف في أصل المسألة لم يقع الخلاف في الأصل المسألة المجمع عليها وإنما وقع الخلاف في القدر الممسوح هذا القدر الممسوح تحتمله الأدلة فمن ثم يجوز فمن ثم يجوز الصلاة خلف من يخالفك في مثل هذه المسائل الفرعية وعليها يحمل كذلك مسألة المسح على الجوربين وقد تحدثنا عنها في درس المستقلين وأوردنا الأدلة من السنة ومن فعل الصحابة بل منهم النقل الإجماع السكوتي عن الصحابة لا يعلم لهم مخالف وتفصيلات المذاهب ما آل إله أبو حنيفة في آخر مذهبه من القول بالمسح على الجوربين وهو مذهب جماهير الأئمس والعلماء بل مذهب جماهير المجمعات الفقهية المعاصرة معظمها تتبنى المسح تبنى مسألة المسح فعلى كل حال فالمسألة كما قلت فيها أبعاد ويعجبوني كذلك في هذا الصدد ما أجاب به العز بن عبد السلام رحمة الله عليه أقرأ نص جوابه قال وهذا كذلك يصب في مصب الفتوى المنتشرة قال رحمه الله الجماعة للصلاة مطلوبة شرعا الجماعة للصلاة مطلوبة شرعا فلو قلنا بامتناع الاعتمام خلف من خالف المذهب لأدى ذلك إلى تعطيل الجماعة وصدق لكان مؤدى ذلك إلى تعطيل الجماعة يقول إنسان يريد أن يدخل الجماعة سيسهول بعدها هل هذا يمسح أو لا يمسح لا ذلك لم يجد رأى فلان يمسح لا تصل فتن فتن تترتب على مثل هذا ولذلك هذا الأمور ينبغي أن يتبصر فيها حتى في باب المقاصد يعني الإنسان إذا تحدثنا عن باب المقاصد هذا يخالف مقاصد الشريعة في مسألة الاجتماع وفي مسألة التوحيد الكلمة فل هذا مؤده إلى تفرقة وإلى نشوب النقاشات والمحن وغير ذلك أختم هذا الفصل بما ذكره الونشريس في إضاح المسالك رحمة الله عليه قصة طريفة أوردها وأوردها للفائدة القصة ذكرها الشيخ العلامة الرحالة أبو عبد الله محمد بن رشيد رحمة الله عليه وله كتاب مفرد في الرحلة أنه في رحلته لقي الشيخ تقي الدين وعنى به ابن ذقيق العيد رحمة الله عليه لقي الشيخ تقي الدين ابن ذقيق العيد بالمدرسة الصالحية والمدرسة التي يدرس فيها ابن ذقيق العيد رحمة الله عليه قال فسلمت عليه ابن رشيد سلم عليه قال وقد خف به جمع أو عفوا فقد حف به جمع من الطلاب فعرضت له ورقة ورد عليه سؤال من بعض طلبتي العلم والعجيب أن السائل مالكي السائل الذي طرح السؤال على ابن ذقيق العيد مالكي وابن ذقيق كان مالكيا ثم تشفع كما بينا فوردت عليه ورقة سئلة فيها عن قراءة البسمالة في الفاتحة في فاتحة الكتاب يعني في الصلاة قال ابن رشيد وكان السائل مالكيا فمال الشيخ يوم ابن ذقيق العيد إلى قراءتها خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف ومن المستحب الخروج من الخلاف قال في ابطال الصلاة بتركها عند من؟ عند الشافعية وبعدم ابطال الصلاة بقراءتها عند المالكية فقلت يا سيدي هذا القائل ابن رشيد قلت يا سيدي أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم قال ابن رقيق العيدوى ما هو؟ قال ذكر أبو حفص هذا أحد العلماء قال وأردت أن أقول الميانشي فوقع عليه خطأ في اللفظ فقال ذكر أبو حفص ابن شهين وأراد هو أن يقول الميانشي فغلدته هو يتحدث قال فغلدته في النسبة قال أنه قال صليت خلف أبي عبد الله المازاري يعني أن الميانشي صلى خلف المازاري قال فسمعته يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يعني المازاري هذا من أئمة المالكية وهو الإمام إذا أطلق الإمام فالمقصود به أبو عبد الله المازاري قال فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي إلى آخره فقلت له يا سيدي هذا السائل من؟ الميانشي فقلت له يا سيدي سمعتك تقرأ في الصلاة بكذا أو قد تفطنت لذلك يقوله المازاري قال قلت لي يا سيدي أنت اليوم إمام مذهب مالك ولا ولا بد أن تخبرني لا بد أن تخبرني فقال اسمع قول شوف هذا الفقه قول واحد في مذهب مالك أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا تبطل صلاته وقول واحد في المذهب الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله بطلت صلاته وأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركي في مذهب غيره لكي أخرج من الخلاف الذي أعجمني من هذا السياق من هذه القصة الماتعة ما وقع في آخر القصة سمعوا ما وقع قال الميانشي قال فتركني شيخنا رضي الله عنه وعنى به ابن دقيق حتى استوفيت الحكاية أعطاه الوقت يتكلم قال حتى استوفيت الحكاية وهو مصغن إلي شوف تواضع هذه العالم تواضع العالم يصغي إليه فلما قطعت كلامي ماذا قال ابن دقيق العيد قال له هذا حسن القصة التي ذكرتها قصة جميلة حسنة إلا أن التاريخ يأبى كيف التاريخ يأبى لأنه ذكر هو ابن شهين وابن شهين هذا من علماء وحفاظ الحديث وكان في القرن الرابع الهجري ومن علماء الرابع الهجري والميانشي من علماء السادث الهجري بمعنى كم بينهما بينهما قرنان من الزمن قال له هذا حسن إلا أن التاريخ يأبى ذلك يأبى ما ذكرت فإن ابن شهين لم يلقى المازاري فقلت له أنا أردت الميانشي هنا صحح اللغة قال أنا أردت الميانشي فقال له الآن صح ما ذكرته وما ختمت بهذه القصة يذل على تواضع العلماء ما قطع كلامه وما نهره وما كهره وما احتقره وما بيّن خطأه بل احتفل قال ماذا قال له قال الكلام لعله لو صح يعني لما يقول له لقد أخطأته لا أخل له والذي صححه دافعه والزويلة صحيح خلطه يعني بنفسه دون أن يوقعه في الحرج وهكذا خلق العلماء والأكابير نسأل الله جلل وعلى أن يجعلنا من أخلاقهم نصيبا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله ورب العالمين اشتركوا في القليل